رحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية نستكمل فيها إن شاء الله شرح دروس المادة المقررة علينا هذا العام إن شاء الله النهاردة هنعرض لبعض دروس القراءة المقررة علينا هذا العام وأول درس عندنا وهو يعني هتلاحظوا إن دروس القراءة في عمومها وإحنا كنا أشرنا إلى هذه النقطة في الحلقة الإثرائية اللي هي الحلقة الأولى من حلقات اللغة العربية هذا العام أشرنا إن دروس القراءة جميعا مرتبطة بهدف عام تحاول أن تحققه وتحاول أن تغرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب وهو غرس الولاء والانتماء إلى الوطن وإلى الهوية الوطنية دروس كلها بتدور حول هذه الفكرة بل إن أول درس عندنا عنوانه الولاء والانتماء كيف نرسقهما كما سنعرض إليه الآن والدرس الأولاني عنده اسمه المواطنة والانتماء كيف نرسقهما وأول حاجة عندي هنعرض للدرس هنا على هيئة سؤال وجواب ومن خلال الأسئلة ومن خلال إجابتنا على هذه الأسئلة إن شاء الله بنكون جمعنا كل الأفكار اللي موجودة في هذا الدرس السؤال الأول اللي موجود عندي بيقول المواطنة والانتماء كلمتان كبيرتان تلتصقان بالطفل منذ مولده واضح ذلك المواطنة والانتماء كلمتان كبيرتان تلتصقان بالطفل منذ مولده واضح ذلك الإجابة على هذا السؤال بتقول إن أي إنسان بيولد في وطن وما دام ولد في هذا الوطن فهو يحمل صفة مواطن أي إنسان يولد على أرض هذه الأرض اسمها وطن وما دام هذه الأرض اسمها وطن يبقى هذا الإنسان المولود على هذه الأرض يحمل صفة مواطن فصفة المواطن هي صفة يحملها الإنسان منذ لحظة ميلاده طيب بنقول يولد الإنسان يحمل صفة المواطن للأسباب الآتي أو عجب ينتمي إلى وطن أشارنا للنقطة دي الوطن ما هوش قطعة أرض يقيم عليها الإنسان يعني بقى عايزين نحدد المصطلحات أنا قلت إنه هو بيولد على أرض الأرض اسمها وطن كلام جميل طيب نحدد مصطلح الوطن أو نجعله أكثر تحديدا هنقول إن الوطن ليس مجرد قطعة أرض يولد عليه الإنسان فقط ولكنه مجموعة من الروابط والأواصر الابتماعية والمعنوية والمادية التي تشد هذا الإنسان إلى هذا الوطن الذي يعيش عليه يبقى الوطن هنشوف كده الوطن ليس قطعة أرض يقيم عليها الإنسان ولكنه تاريخ وأواصر اجتماعية ومعنوية ومادية تشد الإنسان إلى مكان ما النتيجة بقى فتجعله على استعداد للدفاع عنه بكل ما يستطيع من قوة يبقى الوطن تاني حقر الكلام تاني الوطن أرض يولد عليها الإنسان هذه الأرض يرتبط الإنسان بها ارتباطا شديدا كمان بنضيف إليها أنها مجموعة كبيرة من الروابط التاريخية والمعنوية والمادية والاجتماعية اللي بتجزب الإنسان وبتشد إلى هذه الأرض حتى نصل إلى نتيجة أن هذا الإنسان المنتمي إلى هذا الوطن المحب لهذا الوطن لديه استعداد أن يضحي بنفسه وبكل غال ونفيس من أجل الدفاع عن هذا الوطن طيب بعد كده هو بيقول لي إن حب الوطن والانتماء إليه ليس فقط من الإيمان بل من الفطرة السليمة وهو لا يوجد فقط عند الإنسان بل عند الأحياء جميعا هنا الكاتب هيخذني إلى منطقة أخرى ويقول لي إن حب الوطن من الإيمان وحب الوطن من الفطر السليمة الفطر السليمة التي خلقها الله تحب أوطانها وحيقول لي إن حب الوطن ليس صفة يتميز بها الإنسان فقط بل إنها تتعداه إلى غيره من الأحياء غيره من الأحياء؟ آه غيره من الأحياء هندرب أمثلة إن الحيوانات وغير ذلك بتعتزب أماكنها وتدافع عنها هناك يعني المثال حناقش العبارة نقول حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الفطر السليمة حب الوطن صفة يتميز بها الإنسان وتتعدى إلى غيره من المخلوقات طب أديني مثال على كده أعطيني مثالات على ذلك أقول لحضرتك آه هناك الحيوانات التي تهاجم أي دخيل على حدودها عندما نرى بعض الأسود والنمور والفهود وغير ذلك بتعمل حدود لمناطقها بتعمل حدود للمناطق بتاعتها لأوطنها في عرفنا وتدافع عنها وتهاجم أي دخيل يتعدى هذه الحدود النباتات تفرز مكونات سمة حول جذورها وجذوعها من أجل أن تبيد أي أعشاب متطفلة أي عشب متطفل يحاول أن يدخل إلى هذه المنطقة بيباد من هذه السموم التي تفرزها هذه النباتات أينما يوجد وطن فلابد من وجود مواطن فالوطن بلا مواطن كالشجرة الخاوية على عروشها والمواطن بلا وطن إنسان بلا هوية تائهم في الأرض سننتقل بعد كده إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطانا الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة في الانتماء إلى الأوطان السؤال بيقول أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الانتماء إلى الوطن وضع ذلك أقول أيها طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فمكة موطنه الأصلي وطن الأصلي هاجر منه إلى المدينة ولكنه صلى الله عليه وسلم ظل يردد دائما أن مكة أحب البلاد إلى قلبه وأنه ما كان ليخرج منها لولا أن أخرجه قوم المثل الأعلى في حب الأوطان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة ولكنه لم ينسى مكة أبدا موطنه مكان طفلته ومكان شبابه ومكان أصحابه ومكان أحبابه وكان دائما بيردد أنه لولا أن أهل مكة أخرجوه منها ما خرج منها أبدا صلى الله عليه وسلم بعد كده سؤال بيقول للأسرة دور مهم في غرص الانتماء في نفسية الطفل منذ نعومة أظافر أنا عندي عدة مؤسسات تربوية بتشترك في غرص القيم والمفاهيم والأخلاقيات في نفس الطفل وفي نفس الشاب بتتضافر وبتتعاون هذه المؤسسات جميعا في هذا العمل أول مؤسسة هي مؤسسة الأسرة الأسرة ليها دور كبير جدا في غرص الانتماء للوطن في نفس الطفل إزاي؟ هنشوف مع بعض الطفل بيعيش في مجموعة من الدوائر الاجتماعية بتبدأ بذاته نفسه وبعد كده الأسرة والأسرة بتقوم عليه في مرحلة التنشئة وفي مرحلة غرص القيم نضوك خطير بقى ولذلك قيل يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر فالأسرة هنا يجب عليها أن تنمي في طفلها وفي ابنها الشعور والتقدير لذاته دي نمرة واحدة يبقى عنده ثقة في نفسه اتنين كي يشب وهو فخور معتز بوجوده في هذه الأسرة يبقى بينتمي حيبتدي أول دائرة من دوائر الانتماء بينتمي إلى الأسرة التي يعيش فيها الأسرة هي اللي بتغرس فيه ذلك بتغرس فيه الانتماء لشعر بالتقدير والفخر بذاته علشان يبدأ يشعر بالانتماء إلى الأسرة التي يعيش فيها وبعدين بتبدأ الأسرة في توسيع دائرة المعارف لدى الطفل والأمر هنا مهم جدا لأنه لا يكون غرس القيم والأخلاقيات لا يكون بالوعظ والإرشاد وإنما بالسلوك والتصرفات غرس القيم والأخلاق يكون بالسلوك والتصرف ليس بالوعظ والشعارات وكذا إنما بالسلوك والتصرفات من خلال تحميله بمجموعة من المسئوليات والواجبات والحقوق كي تنمي فيه القدرة هذه القدرة على إنه يكون لديه نوع من التوازن وعنده قدرة على إيجاد توازن لمنظومة القيم بداخله وعشان يعرف إن عليه واجبات وله حقوق ومش له حقوق بس لا عليك واجبات ينبغي أن تؤديها لك حقوق عليك واجبات ولك حقوق كل ده بتغرس داخل دائرة الأسرة ويستمر دور الأسرة في تعزيز الإحساس بالمواطنة دور الأسرة هو برضو دور المهم إنه بيغرس فيه الإبن أو فيه الطفل منذ نعومة الأظافر لانتماء للأسرة لانتماء للوطن لان الأسرة هي جزء من الدائرة الأوسع اللي هي دائرة الوطن واستمر دور الأسرة في تعزيز الإحساس بالمواطنة داخل الطفل وذلك بيحثه على المحافظة على نظافة أي مكان يذهب إليه هنا سلوكيات بغرسها في الطفل بنمي عنده ثقافة النظافة مثلا بإن أنا بقوله إيه إن أي مكان تذهب إليه يابد أن تتركه نظيفا كما وجدته وده بيكون من خلال تصرفات وسلوكيات لتضربها الأسرة أمام الطفل وتمارسها الأسرة أمام الطفل لو ذهب إلى الحديقة أو المجمع التجاري عليه أن يشعر أن هذا المكان يقصه وبالتالي يشعر بالانتماء إلي أنا بوسع في الدوائر في دوائر الانتماء بأوسع في دوائر الانتماء لدى الطفل الأسرة وبعدين لما يخرج من إطار الأسرة هو بيذهب إلى الحديقة بيذهب إلى المجرسة بيذهب إلى مجمع تجاري بيذهب إلى أي مكان أقول له آه خلي بالك أن هذا المكان عليك مثلا أن تتركه نظيفا كما وجدته نظيفا زي ما بتحب أن يكون بيتك نظيف اجعل هذا المكان نظيف يبقى أنا بوسع لدي دائرة الانتماء وزي ما قلت لحضراتكم توسيع دائرة الانتماء يكون بالسلوك والتصرفات وليس بالوعظ والشعارات السؤال بعد كده هنتكلم عن الخبرات والتجارب اللي بيكتسبها أيضا الطفل في خلال حياته وفي خلال فترات نموه وذهابه إلى المدرسة هذه الخبرات وهذه التجارب بيبقى لها دور كبير جدا أيضا في غرس الانتماء في نفس الطفل واضح ذلك أو الانتماء لا يكتفى أن يدرس في الكتب ولكن من خلال الطفل مرور الطفل بالكثير من الخبرات والتجارب التي يكتسبها عن طريق الاحتكاك في المجموعات التي يتعايش معها ودويره بتتسعه راح المدرسة الطفل فبالتالي بيبتدى يكتسب خبرات كتيرة وخبرات جديدة من خلال هذه الخبرات التي يكتسبها بتتوسع عنده دائرة الانتماء وتترسخ عنده فكرة الانتماء بيعرف أنه لازم يتعايش معه غيره في وطني الصغير أسرته ووطنه أيضا مدرسته وزملائه في الرياضة محافظة على نظافة المكان الذي ينتمي إليه كل ذلك أنا كده نميت في الطفل تلقائيا الانتماء إلى الوطن الكبير الذي يعيش في أرضي أو على أرضي ويستضل بسمائي ويشرب من مائي ويأكل من ثمره ومن طعامه يبقى مجموعة دوائر أنا عشان أغرس الانتماء نميتها في الطفل ابتدت زي ما قلت لحضراتكم بإني بغرس فيه ثقة في نفسه الشعور بالفقر بذاته والأساس فيها وبعد كده هو ابتدت أغرس فيه الانتماء إلى الأسرة التي يعيش فيها وعطينا شرطه مهم جدا وقاعدة مهم جدا 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 إن غرس الانتماء بيكون بالسلوكيات والتصرف أو بالسلوك والتصرف وليس بالوعظ والشعارات بعد كده هو ابتدت أوسع الدايرة دائرة هذا الانتماء لما بيذهب إلى المدرسة ابتدت أقول له ابتدأ ياخد خبرات ويحتكب مجموعات أخرى أو دوائر أخرى دائرة المدرسة فبدأ يشعر بالانتماء إلى وطني الصغير المتمثل في المدرسة ويشعر بالانتماء إلى وطني الصغير في المتمثل في النادي الرياضي الذي يمارس فيه الرياضة إلى غير ذلك وابدأ أوسع هذه الدائرة حتى أجد أن أنا غرست في هذا الطفل تلقائيا عن طريق السلوك والتصرف الانتماء إلى الوطن الكبير مصرنا العزيزة السؤال بعد كده غرس المواطنة مسئولية جماعية طبعا مسئولية جماعية الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ودور العبادة وغير ذلك كل هؤلاء كل الدواير دهية بتشارك في غرس المواطنة في الطفل وفي العموم غرس المواطنة يجب أن تكون مسئولية جماعية لكل فرد في المقترب كل معلم كل منعج دراسي القيم بيرسخ لا بد أن يكون بيرسخ القيم للانتماء بالحق بالفعل وليس بالمعلومات أنا بركز على النقطة دي قوي أن ترسيخ القيم بالتصرفات وليس مجرد معلومات نلقنها للطالب لا تصرفات سلوكيات بنرسخ في القيم التي نريد أن نرسخها فيه يبقى وليس بالمعلومات التي يستقيها الطالب من المقرر الدراسي بعد كده المناجد الدراسية لها دور كبير في غرس قيم الانتماء في نفس الطفل أوضع ذلك دي حقيقة من خلال هذه المناهج يتم تنشئة الطفل على القيم الدينية والأخلاقية التي يتمسك بها مجتمعنا انطلاقا من انتماء هذا المجتمع العربي والإسلامي وانطلاقا من الهوية الحضارية لهذا المجتمع الذي نعيش فيه وانطلاقا أيضا من أننا لا بد أن ننفتح على العالم وأن نتعاون معه من أجل الخير والسلام كل هذه الأمور لا بد أن بيكون لها وجود في مناهجنا يبقى من خلال المناهج نحن بنشئ الطفل على القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية اللي بترسق فيه الانتماء إلى وطنه العربي العربي وإلى عالمه الإسلامي وبترسق فيه الهوية الحضارية التي لديها القدرة على الانفتاح على العالم الخارجي والتعاون مع هذا العالم الخارجي من أجل الخير والسلام كمان موجود عندنا بنقول وتنشأة الطلبة على الولاء الكامل لوطنهم وذلك عن طريق نبز العنف والتعصم مع اعتماد العقلانية بتحليل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوعي بالمسؤولية الاجتماعية وتقديرها والحرص على أداء الواجب واحترام قيم العمل المنتج والرأي الأخر بعد كده الإعلام له دور احنا كده حضراتكم بنتكلم عن يعني مجموعة الدوائر اللي لها دور مهم في ترسيخ دور الانتماء والولاء في نفس أبنائنا تكلمنا عن دور الأسرة وتكلمنا عن دور المنهج التعليمي وهنتكلم عن دور الإعلام الإعلام له دور مهم في تغزية روح المواطنة أو إضعفها وضع لارك نشو بيقول من المعروف جيدا أن الإعلام بفروعه المتعددة وسيلة رئيسية وفعالة في تفعيل وغرس روح المواطنة والانتماء فهو ليس وعظا وإرشادا أشرنا للنقطة دي احنا تخطينا هذه المرحلة وقد تخطينا هذه الطريقة التي لم تعد مجدية مع الحداثة والعولمة وعص الإنترنت الذي نعيشه وأصبحت القيم المجتمعية وصور المواطنة والانتماء يتم غرسها بشكل غير مباشر يتم غرس هذه القيم بشكل غير مباشر أنا بركز ثاني وأقول إن إحنا تعدين مرحلة غرس القيم عن طريق المباشرة أو عن طريق الوعظ أو عن طريق الإرشاد أو عن طريق الشعارات لأن باللوقتي أصبحنا في عصر الحداثة والعولمة والإنترنت إلى غير ذلك طب كيف أغرس القيم في نفس قال لي بطريقة غير مباشرة طب يعطيني نمازج قال لي مثلا على سبيل المسال عن طريق الأغنية الأغنية الوطنية تغرس قيمة معينة أو عن طريق المسلسل أو عن طريق برامج الأطفال التي تؤكد جميع تؤكد جميعها المحبة بين الوطن والمواطن في صفات مسائل متعددة ألا ممكن نغرس من خلال القيم بشكل غير مباشر والولد هو بتفرج على المسلسل الطفل الصغير أو بتفرج على برنامج الأطفال أو بيسمع الأغنية بيجد أن أنا حملت قيمة طربوية أو قيمة خلقية أو قيمة سلوكية لهذا الطفل من خلال هذا البرنامج أو هذا المسلسل أو هذه الأغنية اللي بتأكد ضرورة المحبة والترابط بين الوطن والمواطنين سؤال اللي بعد كده بيقول إذا أردنا تربية الطالب كي يشعروا بالمواطنة فيجب أن ننظر نظرة أوسع إلى المسألة القيمية بسرعة كده هنقول أن المسألة القيمية لازم تكون في كل النشاطات المدرسية وكل فعلياتها فغرس المواطنة يجب أن تكون مسئولية جماعية كل نشاط بيقوم به الطالب في مدرسته لابد أنه يكون أنا من خلاله عايزة أرسخ معنى أو قيمة وكل منهج مدرسي لابد أن يرسخ معنى السلوك والقيم للانتماء الحقي بالفعل وليس بالمعلومات التي يستقيها الطالب من المقرر الدراسي الشؤال اللي بعد كده بيقول علل ضرورة الاهتمام في غرس الانتماء بالتربية من خلال الموقف وأنا أشرت إليها أكتر من مرة وركست عليها كتير جداً أثناء شرع لهذا الدرس إن التربية بتكون بالموقف لأن الشباب يحتاج إلى تعلم الموقف أو تعلم من الموقف فالعمل الفعلي هو الذي له أثره في السلوك بالتطبيق وليس بالقول أنا بشوف قدامي بطبق فعلاً فببتدي أتأثر أنفعل بينغرس في داخلي هذا السلوك وليس مجرد قول يقال تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الانتماء والمواطنة قيم سلوكية تكتسب من خلال ممارسة الأنشطة ولا اكتساب المعلومات ولا قراءة الكتب من خلال ممارسة الأنشطة كلمة أواصر مفردة آصر ولا آصرة ولا إصرار مفردها آصرة معنى كلمة متضفلة دخيلة ولا طفلة ولا طفيل دخيلة كلمة متضفلة يعني دخيلة معنى كلمة تشييدها تشجيرها ولا ترسخها ولا تعليتها كلمة تشييدها في سياقة في هذا الدرس معنى ترسخها هنتقل بعد كده إلى درس جديد من دروس القراءة وهو الدرس الثاني من دروس المنهج هذا العام وعنوانه الاقتصادي الإنسان طلعة حرب وحنتكلم فيه عن طلعة حرب ذلك الاقتصادي العظيم الذي كان له دور كبير في نهضة اقتصاد بلدنا العظيمة مصر في مرحلة من المراحل طلعة حرب لها ويدرس فيها بعد ذلك بعد كده اتم تعليمه السنوي في مدرسة التوفيقية التحق طلعت حرب بمدرسة الحقوق الخليوية في اغسطس سنة 1885 حصل على شهاد الحقوق وتم تعيينه سنة 1889 كمترجم بالقسم القضاء بالدائرة السنية بعد عام واحد اصبح رئيسا لادارة المحاسبات ثم مديرا لمكتب تسويات المنازعات خلفا لمحمد فريد بيك وفي منتصف سنة 1905 عين مديرا لشركة العقارات المصريين دي كانت فكرة سريعة عن هذه الشخصية المصرية العظيمة ثم ننتقل الى ما الذي قدمته هذه الشخصية المصرية العظيمة بوطنها ووطننا العظيم مصر اول سؤال عندي طبعا معروف جدا ان طلعت حرب هو الذي تبنى انشاء بنك مصر اول سؤال بيظهر عندي هنا متى بدأ طلعت حرب التفكير في انشاء بنك مصر طلعت حرب ابتدى يفكر في انشاء بنك مصر امتى قال لي حلم بنك انشاء بنك مصر حلم كان يراود طلعت حرب وموجود في خياله منذ فترة طويلة امن بهذه الفكرة منذ وقع عليه الاختيار ضمن اخرين في الدائرة الثانية لتصفية املاك الخديوي اسماعيل من هذه اللحظة بدأ طلعت حرب يفكر في انشاء بنك مصري باموال مصرية يساهم فيه المصريون فقط من اجل نهضة الاقتصاد المصري فكرة بدأت عند الرجل وبدأ يدرس سبل تنفيذها كما سنرى فيه سؤال هنا عندي بيقول لي طلعت حرب شخصية لا تعرف اليأس دلل على ذلك طلعت حرب شخصية لا تعرف اليأس دلل على ذلك اه هقول لي حضرت طلعت حرب لما ابتدى يدعو او يظهر او يتكلم عن فكرة انشاء بنك مصر بدأ يطوف في القرى والنجوع في جميع ارجاء مصر لكي يدعو الى فكرته طيب رد الفعل الاستقبال كان ازاي اللي قوبل بالسخرية والاستهزاء في احيان كثيرة ولكن الرجل لم ييأس لانه كان مؤمن تمام الايمان بفكرته وكان يدعو لهذا المسلوع يبقى اجابة السؤال اللي أحبنا نقول عندما بدأ طلعت حرب يدعو الى انشاء بنك مصر اخذ يطوف القرى والنجوع داعيا الى انشاء بنك مصر وقوبل بالسخرية والاستهزاء في احيان كثيرا ولم ييأس الرجل وبخطوات هادئة وواثقة كان طلعت حرب يدعو الى المشروع طيب نشوف بعد كده لماذا يعد تاريخ تمانية مارس سنة 1920 لحظة تاريخية في تاريخ مصر هذا التاريخ تمانية مارس سنة 1920 وعشرين هو تاريخ انشاء بنك مصر حيث تم تأسيس شركة شركة مساهمة مصرية بقى اسمها بنك مصر يبقى بنك مصر انشئ امتا يوم تمانية مارس سنة 1920 طلعت حرب ااما بفكرته من سنة 1905 ولما اختير في تصفية الدائرة السنية للخدوة اسماعيل عنده فكرة وابتدى يتحرك ويتخذ اجراءات لتنفيذ هذه الفكرة ووجهها بالسخرية والاستيزاء لم ييقص لحد ما جي تاريخ تمانية مارس سنة 1920 لياكم اعلان انشاء بنك مصر شركة مساهمة مصرية هنا مصر في هذا التوقيت كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني هنا سؤال بيطرح نفسه هذه الدعوة الوطنية الصادرة من شخص وطني محب لوطنه ويدعو الى ان يبقى فيه بنك وطني برؤوس اموال مصرية هذه الدعوة هتعدم انجلترا بسهولة العجيب ان انجلترا السؤال هو بيقول علل لم تعبأ بريطانيا كثيرا بخبر تأسيس بنك مصر ماهتمتش كتير سمع وعرف وشايف الراجل وبيتحرك وبيجمع الناس وبع ذلك ماهتمتش لماذا الاجابة لانها كانت تتوقع له الفشل الذريع كانت ايه متوقع عن الراجل عنده فكرة عايز يطبقها ولكن هي ايه هتفشل في النهاية ولكن الظروف التاريخية التي كانت تمر بها مصر في ذلك الوقت خيبت ذنون بريطانيا بريطانيا ماهتمتش هي عارفة بالفكرة وشايفها وبياخد خطوات اجرائية لتنفيذها ومع ذلك لم تهتم ولم تعبأ كثيرا بهذه الفكرة ليه لانها كانت متوقع انه هيفشل ولكن الرجل نجح لماذا قال لي الظروف التاريخية التي كانت فيها مصر في ذلك الوقت ساعدت طلعت حرب الحس الوطني كان عالي جدا في هذا الوقت ليه ستة الف سمائة وعشرين يعني احنا في اعقاب ثور التسعتاشر ومصر المصريين ودعوات لطرد المحتلين كل هذه الامور ساعدت طلعت حرب وخلت الحس الوطني جمع المصريين حول هذه الفكرة يبقى لم تعبى بريطانيا كثيرا بخبر تأسيس بنك مصر لانها كانت تتوقع له الفشل الزريع ولكن الظروف التاريخية التي كانت تمر بها مصر قيبت الزنون كلها بشأن فشل البن سؤال بعد كده فيه عبارة بتقول وبالجملة يعمل بنك مصر على ان يكون لمصر صوت مسموع في شؤونها المالية ويدافع عن مصالحها كما تدافع البنوك عن مصالح بلادية ناقش هذه العبارة هنقول ان طلعت هذه عبارة قالها طلعت او يعني منسوبة طلعت حرب اراد ان انشاء بنك مصر سوف يشجع المسروعات الاقتصادية المختلفة التي تعود عليه وعلى البلاد بالربح العظيم ويساعد على ايجاد الشركات المالية والتجارية والصناعية والزراعية شركات النقل في البر والبح شركات التأمين ويتعهدها حتى تنهب بنك مصر حيقوم بالدور ده كله حينشئ شركات مالية وشركات تجارية شركات صناعية زراعية شركات تأمين شركات نقل بر وبحري حيقف في يعني مع هذه الشركات ويساندها حتى يشتد عودها وتنمو وتصبح مؤسسات اقتصادية وطنية يعود خيرها على الوطن العظيم مصر السؤال بعد كده بيقول ساهم بنك مصر في انشاء العديد من الشركات التي قدمت الاقتصاد للمصر وساهمت في تنمياته وضح ذلك بنك مصر اسس شركات كثيرة جدا حراها لحضراتكم اسس اول شركة اول شركة قام بتأسيسها بنك مصر هي شركة مصر للطباعة ثم جاء المشروع الثاني وهو تأسيس شركة مصر للحرق الاقتصاد سنة الف سمية وعشرين بعد ذلك بعام واحد فاجأ طلعت حرب الناس بتأسيسه شركة مصر للنقل والملاعة وذلك لتنقل القطن الذي تحليجه الشركة الاولى يعني عمل شركة مصر لحلق الاقتصاد وبعدين عمل شركة للنقل والملاحة علشان تنقل القطن اللي بتحليجه هذه الشركة الى الاسواق بعد ذلك في نفس العام تم انشاء عدد من الشركات الهامة مثل شركة مصر لمصايد الاسماء ولم ينتهي عام سبع وعشرين الا وقد اضاف طلعت حرب الى قائمة انجازاته شركتين هما شركة مصر لنسيج الحرير وشركة مصر للكتان في عام اتنين وتلاتين اربس عمية وتلاتين قرر بنكو مصر تأسيس شركة بيع المصنوعات المصرية لتجارة المنسوجات والازياء والملابس الجائزة وكافة الادوات المنزلية والاخردوات بعد كده طلعت حرب الاقتصاد المصر العظيم تعدت شهرته حدود مصر دلل على ذلك هنقول تجاوزت شهرت طلعت حرب مصر الى معظم الاقتار فبدأ مشواره في بلاد الشام فلسطين ودمشق وثم السودان والحجاز وفي كل مكان كان هذا بإليه طلعت حرب كانت المشاريع الاقتصادية والدعاء انه يجح لها ما يشغل باله تماما رجل تعدى حدود مصر الى حدود البلاد العربية ينشئ فيها مشاريع اقتصادية عظيمة وناجحة يعد طلعت حرب رائدة من رواد تطوير الفن والسينما في مصر في العصر حديث دلل على ذلك نعم طلعت حرب اهتم بالفنون لانه كان مدرك ان الفنون لها اثر عظيم في حياة الشعوب ورقيها وقد اعتز بالفنانين وحباهم يعني اولاهم واعطاهم عطفه وامدهم بمالي حتى حين رأى انهيار المصرح المصري في ذلك الوقت اقام شركة مصر لترقى بالتمثيل العربي ولما طغت السينما بلغاتها الاجنبية على التمثيل انشأ شركة مصر للتمثيل والسينما وجهازها باحلس الاجهزة ملاحظ انه طلعت حرب دايما كان بيتحرك بدافع بدافع وطني كرر كان حبه لوطنه مصر فحركه واشغل باله ليله ونهاره نظر الى المصرح والفن وادرق قيمة الفن في غرس قيم الولاء والانتماء وحب هذا الوطن فابتدى يلتفت له نظر الى المصرح لاحظ ان المصرح في هذا الوقت دخل في مرحلة انهيار فانشأ شركة مصر لكي ترقى بفن المصرح لاحظ ان الافلام الاجنبية بدأت تضغى على الساعة المصرية في ذلك الوقت بلغات اجنبية فانشأ شركة مصر للتمثيل والسينما وجهزها باحدث الاجهزة في ذلك الاجنبية في ذلك الوقت سؤال بيقول لي قضى طلع علل قضى طلعت حرب حياته وكلها من اجل خدمة مصر علل الاجابة لانه يحب وطنه ومن يحب وطنه يبزل في سبيله كل غال ونفيذ كما قلت لحضراتكم طلعت حرب بيتحرك دائما من خلال حبه لهذا الوطن حبه لمصر هو اللي حركه في البداية لانه يفكر في انشاء بنك مصر حبه لمصر هو اللي دفعوا الى انشاء هذا الكم الهائل بنك مصر يعني ينشئ هذا الكم الهائل من الشركات وكان تمال بيسمها شركة مصر لكذا مصر لكذا حبه مصر جعلوا يبزل في سبيل هذا الوطن العظيم العزيز كل غال ونفيذ سؤال الاخير معنا في هذا الدرس كيف تستفيد من حياة طلعت حرب في تطوير حياتك ازاي لما تقرأ درس طلعت حرب تاخد منه كده ما يطور حياتك اول حاجة هنتعلمها من طلعت حرب الجد في العمل والاجتهاد فيه الجد في العمل والاجتهاد فيه ادي اول درس هتعلمه من طلعت حرب طب اتعلم منه ايه تاني اتعلم منه قوة الارادة وعدم اليأس تعلمتها من اندهي تعلمتها من الرجل عندما بدأ يطرح فكرته وقوبل بالسخرية والاستهزاء ولكنه لم يتخلى عن فكرته وبدأ يتحرك حتى امن بحلمه وامن بفكرته وامن بدوره في خدمة وطنه فتقدم وان ان كان منطلق ومنتهى حب هذا الوطن كان منطلق طلعت حرب ومنتهى حب هذا الوطن ولذلك بنتعلمها ايضا ونغرق ان احنا نبزل كل جهودنا من اجل خدمة هذا الوطن ومن اجل تقدمه ومن اجل رقيه ومن اجل ان يحتل المكانة اللائقة به في مصاف ارقى واعظم الامم يبقى تبزل الجهود الجد والعمل محاولة النهوض باقتصاد البلد قوته من اساس فقوته من اساس تقدم في شتى المجالات بنتعلم ايضا ان نكون حربا على الكسل وحربا على البطالة وحربا على كل ما يعوق تقدم هذا الوطن حتى نسعد في وطننا ونسعد في وطننا وننهض في وطننا ان شاء الله بننتقل بعد كده الى سؤال يعني سريع كده برضو عن طلعت حرب بنقول تخيل الاجابة الصحيحة مما بين القوسين اخذ طلعت حرب يطوف القرى والنجوع داعيا لبنك مصر وقد قوبل ذلك بايه بالسقرية ولا التشجيع ولا القبول هنقول هنقول انه هو قوبل بالسقرية وانا اشرت ان هذا لم يعني يضعف ارادته ولم يضعف عزيمته وانما اتخذ او اخذ من ذلك زادا وقوة تدفعه لكي يحقق ما يريد السؤال بعد كده او بيقول تم تأسيس بنك مصري بنك مصري يعني تم تأسيس بنك مصر برؤوس اموال بريطانية ولا مصرية ولا اوروبية طبعا مفهوم من الاجابة ومن خلال الشرح ان تم تأسيس بنك مصر برؤوس اموال مصرية وانا ده كان هدف اساسي عند طلعة حرب ان مفيش اموال اجنبية تدخل الى في تأسيس هذا البنك بعد كده سؤال بعد كده بيقول كانت اول شركة قام بنك مصر بتأسيسها يا شركة مصر لمصايد الاسماك ولا شركة مصر للطباعة ولا شركة مصر للكتان الاجابة شركة مصر للطباعة هننتقل بعد كده هناخد فكرة سريعة عنه الى درس جديد من دروس القراءة عنوانه الطاقة النووية نقطة عبور نحو المستقبل الطاقة النووية نقطة عبور نحو المستقبل هنعرض لبعض الافكار في هذا الدرس اول سؤال عندي بيقول علل يحظى موضوع الطاقة النووية بشكل عام باهتمام متزايد في عالم اليوم سؤال بيقول لي ان موضوع الطاقة النووية له او علي اهتمام كبير جدا في عالم اليوم ايه السبب علل علل معناه اذكر السبب هنقول بسبب ازدياد استهلاك العالم للطاقة طبعا احنا دلوقتي في عصر العولمة وعصر اختراعات التكنولوجية الجبارة التي تحتاج الى كميات كبيرة جدا من الطاقة وهزام هنعرف من خلال شرحنا دي الدرس ان الطاقة غير المتجددة اللي هي زي البترول وزي الفحم وإلى غير ذلك هي دي طاقة اه لها دورها في تقدمنا في تقدمنا ونهضتنا ولكنها طاقة محدودة وطاقة لها نهاية سوف تنفل بها فبالتالي احنا محتاجين نلجأ الى نوع من انواع الطاقة يكون يتسب صفة التجدد يبقى يحظى مشروع الطاقة بشكل عام باهتمام متزايد في عالم اليوم ليه هنقول بسبب ازياد الاستهلاك العالم من الطاقة وحاجته الشديدة الى الطاقة السؤال اللي بعد كده بيقول كان لزيادة الاستهلاك الانسان للطاقة دور في اتجاه الانسان للبحث عن وسائل جديدة للطاقة انا اشرت اللي دي قلت لحضرتك ان انت الوقت استخدامك للطاقة دخل في كل نواحي الحياة فانت محتاجها دايما وازداد الاستهلاك طيب ان الكميات الكميات الاحتياطية من مصادر الطاقة هذه مهما قدرت تهي محدودة يبقى كون هذه المصادر مصادر محدودة جعل واحتياج الانسان للطاقة كل يوم في الزياد جعل الانسان يبدأ يفكر في وسائل اخرى للطاقة تتصف بالتجد سؤال بعد كده بيقول تمتلك مصر مصادر متعددة للطاقة حينا بقى هنبتدي تكلم عن مصر تمتلك مصر مصادر متعددة للطاقة اذكرها هنقول عندي الطاقة الشمسية وعندي مصادر الرياح وعندي المياه وعندي غيرها من مصادر الطاقة اللي موجودة بفضل الله في مصر سؤال بعد كده بيقول من وجهة نظر الدكتور زويل ان مصر لم يعد امامها سوى الولوج الولوج يعني الدخول سوى الولوج نحو توفير البديل في مجال الطاقة عن طريق دخول مجال الطاقة النووية والناقص ذلك هو الدرس ذا في العموم هو عبارة عن محاضرة كان قالها دكتور احمد زويل وكان من ضمن الافكار اللي قالها في هذه المحاضرة او من ضمن كلامه ان مصر في سعيها من اجل التقدم ومن اجل الرقي محتاجة محتاجة الى التنويع في مصادر الطاقة وان مصر لم يعد امامها بديل سوى الدخول الى مجال الطاقة النووية ناقص ذلك هنجاوب ونشوف ونقول ايه اللي خلى دكتور احمد زويل ينتهي الى هذا الرأي بيقول لان ذلك مجال الطاقة النووية يؤدي الى تحقيق الاستدامة والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة في البترول والغاز وتوفيرهما للاستخدام في صناعة البترو كيمياء كيمياء بدلا من حرقهما وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحرار والامطار الحمضية ده كان رأي الدكتور احمد زويل اللي ان شاء الله احنا هنرجع لي مرة اخرى في حلقة قادمة باذن الله نستكمل درس الطاقة النووية نقطة عبور الى المستقبل شكرا لكم وعلى وعد بلقاء في حلقة اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة